من يكذب من يبلعطي في لقاء خاص مع تلفزيون الشرق كشف مستواتي المترشح للرئاسيات أنه واثق من قدراته لإقناع الجزائريين في السابع عشر من أفريل بأن يكون رئيسهم بدل الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة ما هو المنى إذا أراد الشعب ذلك؟ فالشعب هو الذي يختار من هو أصدق وأقرب إليه فالصدق هو مفتاح كل أسرار وهو الذي يجعل المفاجأة لا للشعب وإنما لمن لا ينتظرون ذلك وكذب مستواتي المترشح باسم الجبهة الوطنية الجزائرية أن تكون قجرت معه أي مفاوضات حول انسحابه من الاستحقاق بهدف تعزيز صفوف علي بنفليس المنافس المباشر للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لا يجرى أحد أن يتقرب من مستواتي لأنهم يعرفون مواقفي فأنا لن أتحاور أو أتناقش على مثل هذه المبادئ مبررا هذا النفي من جهة أخرى اعتبر مؤسس تنسيقية أبناء الشهداء أن هذه الفئة تدين له بالولاء وأنه سيكون له حظ من الوعاء الانتخابي للأسرة الثورية أظن أن أبناء الشهداء ما زالوا يدينون لي بالخير وأنهم باقون فأنا ما طلبت منهم لأنني أنا أمارس السياسة وتخليت على الجانب الاجتماعي لفئة على حساب شمولية الشعب هذا ويضرب لكم تلفزيون الشروق موعدا لبث الجزء الأول من اللقاء الخاص عشر اليوم من هو أصدق وأقرب إليه